أدفه وأضعف إن كيد الشيطاني كان ضعيفة نحن منقوي نحن؟ ليه؟ كيف نقوي؟ نحن منخفف العبادات بس الشخص أبونا وفضيلة الشيخ الشخص اللي بيلبسوا الشيطان منه ضعيف بيقدار يوصل نحن لدينا أشياء تحصن الإنسان الصلوات دين الإيمان القرآن الإيمان الله عم بقول لي إن كيد الشيطاني كان ضعيفة ودات شو عم تحس به؟ لمين لألي ولا لغيره؟ ما عم ترد وداد هلأ وداد عم تسمع هاي إلكي هاي إلي؟ هاي إلي؟ فيها شي بيخوف؟ لا هلأ منسمعها ما تخافي أنت؟ أبو جبل ما حتقوليها؟ لا إلكي بيخدة أنا لا أنا بدي شي حسي بدي شي للمشاهد 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 هلأ برجع لعندي أنا عم ترجيكي كيف بيكتب للشخص بعشر دقائق هلأ عم بوصل لك هلأ بيجي بيخدهم وبقراهم وبشوف إذا كان كل شي شكرا لإلك خطك واضح ومفهوم هلأ بنقراها أبو جبل حضرتك شيخ عشيرة عنكن بالعشيرة بتأمنوا بالسحر وعالم الموارئيات؟ بسحر أنا ما كنت أأمن فيه ايه؟ بس صار معي شخصيا صار تعرف فيه سحر شو صار معك أبو جبل؟ أنا بدأيت شفو بيتي يعني بدك تقولين ازواجت بشفو بيتي على دورنا مش متل اليوم تعرفي زمن مختلفين كان بدأي بنت وفيه بنت يعني عين علي كانت أنا أخذت البديا نعم بعد ما أخذتها بسنة وقعت نعم بروع الحكيم قول بدو سوري صوروا إني أهلي ما فيك شي بدو فحز دم يا عميولي فحز دم ما في شي وتثبت لك كان مونير شماعة بوقتها بجام على مركانية جيت لعنده نعم هاي بسناءها ما خليت طبيب بلبنان وبسورية كلها لا بحلب ما قالوا لك ما قالوا لك ما قالوا لي ما فيك شي وعمموا ما فعلت بعد ما فعلت بعد ما فعلت جسم هذا ما قال لي نفسه أوم لحيلي بيقوم يجي ضيف لعنا ضيف يعني ما هو من منطعتنا بيسألها تقول له والله إبراهيم تعبان والدنيا كلها تتسأل عني ما فعلت لك ما ما فعلت بي شي ومعمم يصح قالوا لي كي يام إبراهيم أريد أذكر لك شيخ بشام اسمه الدكتور يحيى عرنوس نعم بشارع المشتهد خلف المستشفى الوطني بتاخذين ابنك عليه ونظل في شي ما تسامحيني ونا تقولي برضى الله ورضاي عليك بدك تروح معنا ع الشام رهت ع الشام أبو جبر رهت ع الشام شو قال لك الشيخ أنا وخي احنا بالحديث يا ست رابعة ونا تزولوا محاملين بنت واحد من جريها وواحد من رأبتها هالبنت لوا خشب معهم أنا قاعد من هون فاته وسلام على حطه على الصفاية خشب نعم عيونا بحلقات الله بيشهد على كلامي ها يا شيخنا ها اي صارت معي أنا أنا شو صار عندي هواية ست رابعة مني قليل الإيمان بهاي العمال قلت لو خي نطيهم دورنا تشوف هالبنت شو بدو يعمل والله عنده ولد عمره شي عشر سنين يا ست رابعة قلت لو نعطيكم دوريه وعرفتم من إخواننا دروز لابسين شراويه لثنين وطوائي نعم والله العظيم سيدة لف الشي أربعة متار خمسة متار خام لف هيك على عينها الولاد قال له يا ابني بقول لي شو اسمها قال له عليا قال له مرضها من الله أو من عبد الله قال له لا مرضها من الله قال له سولفني عن مرضها فينا نفكه هو عمي سولفه هو مطمش عمي جاوبه قال له فينا نفكه قال له شو اسمها قال له أم جوزة كتبت له عن الشيخ برب البندورة وريش الجاد سوداء بالألم ما بياخد عليها الكتبة برب البندورة وريش الجاد سوداء إذا مرضها من عبد الله وليس من رب العالمي نعم من عبد الله نعم قال له فينا نفكها قال له ايه نعم أنا قلبي يا لطيس فكها نعم قال له هم جيبوا لي ايدها له وحضروا لي ايدها مع جنبها صفايا وولع طاسة بخورة لدن حاسية نعم وولحها وسكرها وصار يندها جيبوها وخلقوها وينما كانت الله بديها نعم بقى اعمل اساوي مثل ما اثنين عمتها هالتالون وواحد يودرها وواحد هادر نعم شوية عملت ايدهايك اسم الله جلسك يا ربي يدخئاني بوقف شعريك والله طبت انت كنت الله شاهد كنت مريض بطلت مريض جلس يا الله صارتك ايه ممارك انا تخشب ايه يعني اكتشف شو القصة جاب لهم الرؤى شوف عيني المسرورة في فلاشها لقينا رش تجاجة السوداء فيها ويعمل لهم يكن شموا ربنا دور المكتوبة مثل ما قال لو ايه قال من كتبها لها قال أم بدها بنت أختها لابنها والزلمة هذا ما بدو بدقالتو هيدا عم تحكي عن السحر والكتيبة الأحجاب يا ست رابع عطوا الجسمها نعم وقال لهم بإذن الله بالحياة متل هيك ما بيصيبه ومش الحال شو تعمر يا شيخنا نعم شو أخ المساري قال هم مئتين ورقة يحكي حراني من كم سنة مئتين ورقة من كم سنة آي من خمسة وعشرين سنة مئتين ليرة سورة مئتين يا الله ما بجيب العلكة بواتها